السلام عليكم. محمد ناجيم من مدرسة الشريف الخاصة لغات. في الفيديو ده هنتعلم ازاي نقيم او نصحح واجبات الطلاب على منصة ادمودو. في البداية احنا شرحنا في الجزء الفات ازاي تقدر تكلف الطلاب بواجب وازاي تقدر تجدول الواجبات بتاعتك. حاليا دخلنا من حساب مسجل كطالب وعملنا استجابة ليه الواجب ده. فبيظهر عندك انت كمدرس بانه في حد سلم الواجب ده. الجميل في موضوع المنصة بانك انت مش مطالب انك تصحح الواجبات بشكل جماعي. بمعنا بان حضرتك تستنى لما كل الناس تسلم وبعد كده حضرتك اه تبدأ تصحح. لا حضرتك تبدأ مجرد ما يجي لك اي واجب ايا كان الوقت بتاعه بانك تدخل وتصححه وتوفر على نفسك الوقت والمجهود. على سبيل المثال انا هضغط على تسليم علشان نشوف الطالب اللي قدم الواجب ده عمل ايه في الواجب ده. طبعا هو بيقدم لحضرتك اسم الطلاب هو سلم امتى? التقييم بتاعه هياخد قد ايه? ما تنساش بان احنا كنا دخلنا بان التقييم بتاعه هيدخل في سجل الدرجات. ما بين الفصل بتاعك هيظهر لك ان عدد الفصل بتاعك لو هو عشرين مثلا هيظهر لك ان في واحد سلم واللي ما سلمش تسعتاشر. انت كم واحد قيمته وكان واحد لسه ما تقيمش. فطبعا لازم تنتبه لكم واحد انت صحح توله الواجب ايه متوسط الدرجات اللي هو بيعكس لك ان مسلا هل في مشكلة في الواجبات اللي مخاصة بالدرس ده? ولا لا? هنا طبعا الحساب ده مع الهوش اه مش مدرج في الفصل ده الفصل ده تجريبي فمش مدرج عليه الا الطالب واحد بس. بيعرض لك هنا كل الطلاب اللي موجودين في الفصل. اللي سلم هو الطالب الواحد ده. انا هدخل على الحساب بتاع الطالب ده. وهبدأ اشوف ايه اللي طالب ده عمله. الطالب ده لو كان وهو بيراجع الواجب كان عنده اجابات مثلا اضفها لي ولا حاجة بيبدأ انه يقولها لي هنا. انا ممكن اضغط على الملف بتاعه. لما اضغط على الملف بتاعه. الملف الاجابات اللي هو عملها بتتفتح لي. وببدأ اقرأ ايه اللي الطالب ده عمله علشان اقدر اقيمه. على سبيل المسال ضغط على الملف فطبعا بيفتح لك الملف اللي الطالب عمله. اسم الطالب الفصل. الاجابات اللي هو حطها. على سبيل المسال ببدأ اقرأ الاجابات بتاعة الطالب. انه ده حط لي هنا كزا. وهنا حط لي الاجابة دي. السؤال التالت تعمدنا بان انا ما نجاوبهوش. علشان حضرتك تشوف ايه اللي هيحصل. خلي بالك. الملف ده للعرض فقط. ضمانا لشفافية السياسة التعليمية. بقى انه مينفعش. بقى انا مدرس يقدر يجي له واجب ويعد يعدل فيه ويضي للطالب درجة ما بتانعكسش. المستوى الحقيقي للطالب. انا دلوقتي لنفرض بقى اني هدي ست درجات على الواجب ده. الست درجات ديت هوزعها درجتين على كل سؤال. هشوف الاجابة كل واحدة تستحق قد ايه. مثلا هدي درجة كاملة على السؤال الاولاني. درجة كاملة على السؤال التاني. والسؤال التالي طبعا مش هدي له درجة. هبدأ اتوجه ليه ادارة التعينات. لو انت في حاجة انت عايز تحررها علشان تعمله مثلا ورجعها. او تعمله بعض التعليقات او تغترح له التغييرات. انا هدخل على ادارة التعينات. علشان ابدأ اصحح للطالب الواجب ده. الواجب ده انا لقيت ان الطالب ده اجاد في الاجابات. ممكن اقول له احسنت. لكن لديك سؤال متروك. حضرتك تقدر تطلب ان ده زي ما احنا ما اتفقنا بان مسلا ده هيبقى اربعة ومن اجمالي ست درجات. تقدر حضرتك بانك تطلب حفظ. فتحفظ الدرجة بتاعة الطالب. فالدرجة بتاعة الطالب كده خلاص نزلت. تقدر بانك تطلب اعادة التقديم بان الطالب يرجع الواجب ده مرة تانية. كأنك بتدي الكتاب او الواجب للطالب او بتدي له الكراسة مرة تانية وتقول له لا عيد الواجب. فبتطلب منه اعادة التقييم. طبعا بما اني قيمت. فبيجي لي هنا في التقييم بان في طالب عندك متقيم. وبيبدأ يفتحه لي. الطالب ده اسمه ياسر. انت اديته اربعة من ستة. طيب. الطالب ده جاء لك وقال لك يا مستر انت اديتني علامة غلط. او يا مستر حضرتك انا كتبت اجابة صح وحضرتك اديتني درجة نقصة. تقدر بانك تدخل على اعادة التقييم وتشوف ايه التقييم المناسب للطالب ده وتقدر تعادل في الدرجة سواء بزيادة او بنقصة حضرتك طبعا اللي بتكون مالك الموقع. دي طريقة تصحيح الواجب. ايه متوسط الدرجات اللي موجودة? بيتختلف النسبة وهو بيبدأ انه يعرض لك الخيارات اللي موجودة في الواجب ده. وايه متوسط درجات الطلاب. طبعا بما ان في طالب واحد بس في الفصل ده. فالطالب ده هو اللي بيزهر لك ناتيجته. انما لو في مجموعة طلاب بيزهر لك ايه مستوى التقدم بتاع الطلاب دول واللي بيعكس ايه مدى فهم الطلاب للواجب ده. بتقدر حضرتك في اي الوقت ستعمل عرض للواجب او تحرير للواجب. وكده يكون الواجب بتاعك اتصحح وكله تم التقييم. اهم حاجة عندك بانك كل واجب تتأكد حضرتك بان الواجبات بتاعتك هي عبارة عن كل الطالبة اللي موجودين هنا. رقمهم مساوي لكل الطالبة اللي موجودين عندك في تم التقييم. شكرا لوقت حضرتكم وتتمنى لجمع كل التوفيق.